في متى 24 من 19 ل 20 ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت طيب مش هو الله طيب ممكن يخلي الخراب وهدم الهيكل في أي يوم تاني غير السبت لأجل الحبالة والمرضعات والشتاء والأمطار من أجل هذه الأسباب ليه قال لهم وويلون وقال لهم صلوا علشان كل الأسباب ما تحصلش في هذا اليوم هو سأل كذا سؤال يا صاحب السؤال لما بيتكلم عن خراب أوروشاليم وعن الضيقة يعني أنت سبت الخراب وسبت الضيقة وقلت كان خلاه في وقت غير الشتاء وغير السبت لا المسيح يسوع لما جيه تكلم في إنجيل معلمنا متى بيتكلم عن الضيقة اسمها ضيقة يعقوب ومدام ضيقة يعقوب يعني خاصة باليهود مركز الضيقة العظيمة اسرائيل لكن هتعم العالم كله فعلشان يفهمنا أن هما المقصودين فيبديهم إشارات صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء أصل أراضي اسرائيل وجبال اسرائيل في الشتاء بتبقى تحت الصفر فكأنه بيكلم اليهود يعني الكلام موجه لليهود ولا في سبت لأن يوم السبت عند اليهود مقدس وما المفروض ما يخرجوش غير مسافة معينة يقولك سفر سبت يعني ما يسفرش أكتر من اتنين كيلو لو زاد عن اتنين كيلو يبقى كسر السبت فكون يقولهم صلوا لكي لا يكون هربكم في الشراء ولا سبت لا يقصد الشتاء ولا السبت لكن يقصد أن اليهود هم المضواطين بهذا الكلام يعني الكلام موجه لليهود أكتر والضيقة هتبتدي بيعقوب بيهود اللي هم قالوا دموا علينا وعلى أولادنا هذه معنى كلمة صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا سبت صحب السؤال يقولك ايه طب مش ربنا كان يخليها في الصيف انت يعني الصيف لو جاء الخراب في الصيف أسهل لما يجي الخراب في الشتاء وبعدين بيوريهم بيقولهم ويلون للحبالة والمرضعات في تلك الأيام لما بيهربوا ويجروا الحبالة جريهم ضعيف والمرضعات بأولادهم بيبقى ماشيهم ضعيف ولما يقول ويلون علشان يوريهم الويل ليكم لأنكم انت قلتوا دموا علينا وعلى أولادنا فبيوريهم شفتوا انتوا أولادكم هتعانوا ازاي لأنكم رفضتوا المسيح يسوع وقلتوا ليس لنا مالك إلا قيصر واللي هيعمل فيكم ده كله هو قيصر صاحب السؤال بيسأل سؤال تاني بيقول مجنون كرة الجرجسيين الشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخرجنا فأزل لنا أن نذهب إلى قطيع الخنزير فقال لهم امضوا فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنزير وإذا قطيع الخنزير كله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المياه في بعض التفسيرات تقوله أن سمح للشيطان بأن يدخل في قطيع الخنزير ويهيجه ويدفعه نحو البحر ويغرق وسمح المسيح بذلك تأديبا لأصحاب الخنزير الذين قاموا بتربيتها مخالفين الوصيط الله عقوبة المسيح عادلة إذن على من خالف الشريعة وأحسر الناس ومع ذلك تربى في الأديورة حتى الآن مجنون كرة الجدريين ده سؤال رابع طيب عايز أقولك حاجة يا صاحب السؤال أولا اللي قالك الكلام ده كلام تأملي لكن أنت عايز تعرف ارجع لإنجيل معلمنا مرقص صحيح 5 المسيح يسوع قال لي لاجئون أخرج من الإنسان خلي بالك ما قالوش أخرج من هذا الإنسان أخرج من الإنسان الشيطان اعترض قالوا طب لما أخرج من الإنسان هدخل في مين دي المفروض دي تقول هالف مجيئك التاني لما تخرجني وتطرحني في البحيرة المتقدة في النار والكبريت أنت بالطريقة دي أتيت قبل الأوان لتعذبني مش في مجيئك الأول تمنعني من الإنسان ككل تمنعني من الإنسان ككل لأنك أنت قلت لي أخرج من الإنسان يا ريت قال له أخرج من هذا الإنسان أخرج من الإنسان فالشيطان ترجاه قال له بعد إذنك أخرج من الإنسان اللي يعيش إنسان واسمح لي أدخل في الإنسان اللي يعيش خنزير يدور على القزرات ويدور على خرنوب الخنزير فقاله خلاص أدخل في الخنزير يعني البشر اللي يعيش إنسان عايش الإيمان ما تقربش من ناحيته والبشر اللي يعيش حياة الخنزير أدخل ولما دخل في الخنزير انطرحوا في بحر العالم وهي الكوف حياة خنزيرية وحياة إنسانية قادل فرق باللاثنين ارجع لإنجل مرقص أصحى خمسة وتلاقي يسوع قاله أخرج من الإنسان وهو قاله أتيت قبل الأوان يعني ده مش وقته مش في مجيئك الأول لأن الشيطان دارس وعارف إمتى ها ينتهي وإمتى ها يحطى فرصة أني يشتغل طب إنت في اليومين دول والعالم في الشرير وإنت لسه ما استلمتش العالم هتستلمه في المجيئ التاني جاي تمنعني أخرج من الإنسان لا ده صعبة أدخل في الخنزير قاله أدخل في الخنزير آدي النقطة الأساسية أما بالنسبة للحيوانات فكان الدروس وأنا اتكلمت في الموضوع ده إن كل ما يوجد في الملحمة في المساحية كله ده بالنسبة للمساحية بيقول المجنون كرة الجدرين قال ما لي ولك يا يسوع يا ابن الله العلي استحلفك بالله قال لا تعذبني إزاي عرفوا إنه هو الله وإزاي استحلفوا بالله مع إنه هو الله يا صاحب السؤال عايز أقول لك حاجة إن الشيطان لما حب يوقع أدم في الخطيئة اختفى في الحياة وعلشان يسترد الله هذا السلطان إلا هو تختفى في النسوة فترة حياة الشيطان في الأرض من ساعة ما تولد المسيح كان كل هدف يعرف هو ده المسيح ولا لا عاش في حالة شوزفرينيا انفصان في الشخصية يلاقي عمل معجزة يقول لها ده هو يلاقي ضعيف وجاع وأطش ونام يقول لها ده مش هو يلاقي تولد في مزود يقول لك مش معقول ابن الله لما يتولد يتحط وسط الحيوانات لا ده مش هو يلاقي الملايكة تقول المجد اللي الله في الأعالي وعلى رزقه يقول لك لا يبه ده هو كل ما يشوف ومضة من ومضات اللهوت يقول هو كل ما يشوف ضعف من ضعفات الناس هوت يقول لها مش هو فكان في حالة انفصان في شخصية والدليل على ذلك ان حتى لما جيه يجربه كان دايما يقول له ان كنت ابن الله ان كنت ابن الله يبقى اذا هو مش متأكد فلما يجي يشوف سلطانه قال له انا عارف انك انت ابن الله انت قدوس الله قال له اخرص وخرج فالشيطان كان عارف انه هو ومش هو اصل الكائن بيقيس الحياة بامكانياته هو يسموها برجكشن برجكشن يعني ايه؟ يعني الانسان يعمل عملية اسقاط بالبلد يقول لك جوحة معاها جنيه افتكر الناس كلها معاها جنيه فالشيطان عشان حياته كلها كبرياء يفتكر ان حتى ربنا عنده كبرياء ومتكبر فلما بيشوف حاجات ضعف يقولك مش معاوجة بيقيس بمقيسه هو وما يعرفش ان المسيح يسوع اخلى ذاته وخد شكل عبد وصار في حالة الضعف امتى عرف الشيطان ان المسيح هو اضمن الله؟ فضل يقول هو مش هو هو مش هو وديه في الاخر قال انا اصلط عليه الناس ولما يجلس لبوه طبعا عند الصليب لو هو هيبيتهم ولو مش هو يبقى هيبيدوه ومن هنا اقدر اعرف وفعلا سكت المسيح كان كشاف المحاكمة يسقل الزبح وكنعجة صنطة امام جزيه دي طمعت الشيطان وخلته يؤيد ويصلت ويلا واصلبوه وتعلع على الصليب الشيطان عرف ان المسيح ابن الله عند الكلمة رقم اربعة لما قال الالهي الهي لماذا تركتني اليا اليا لمكشبكتني لماذا تركتني اليهود تحت قاله دا بينادي الالية الشيطان فيهم ان دا المزمور مزمور اتنين وعشرين الاهي الاهي لماذا تركتني كر المزمور لقى المزمور بيقول سقبوا يديا ورجليا وعلى لباسي القوح قرعة احصى كل عظامي لقى المزمور كله بيتكلم على انه جاي يخلص البشرية فبدأ من تلك اللحظة يغير اسلوبه اتكلم على لسا الرؤساء الكهنة عشان بعد ما قال الالهي الهي لماذا تركتني عارف قال له ايه رؤساء الكهنة مش هم الشيطان بيتكلم على لساهم انزل من عالصليب واحنا نؤمن بيك دلوقت كان هدفو ينزلوا من عالصليب بأي طريقة مش ما خلاص اتعلق وتصلب والشيطان ما الا بيدي فكر لكن فعلا ملوش فعل هو يصلت اه فصلت رؤساء الكهنة عشان يقوله انزل على الصليب واحنا نؤمن بيك الان عشان المسيحي يصعروا لهم طب عدين انزلت ويبقى ما كملش الخلاص لكن كانت انتهت لم يسأل فيهم وتمم الخلاص بالكامل